وفي إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعددة الأطراف لمبادرة 5 زائد 5 دفاع لسنة 2019 المعتمد من قبل وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة تنظم وزارة الدفاع الوطني اليوم وغدا اجتماعا تنسيقيا حول تكافؤ الفرص وتطلعات الجنسين في الدفاع بالنادي الوطني للجيش بن مسوس وأشرف على افتتاح فعالية هذا الاجتماع باسم السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني ويتعلق بالمشاركة الجزائرية في مبادرة 5 زائد 5 دفاع بحضور ممثلين عن البلدان الأعضاء في المبادرة 5 زائد 5 دفاع بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة القوات وقيادة الدرك الوطني وتجدر الإشارة أن تنظيم هذا الاجتماع يهدف لتبادل المعارف والخبرات بين القوات المسلحة لبلدان المبادرة والبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتطوير مكانة المرأة في مختلف المجالات المرتبطة بالقوانين المسيرة للمستخدمين من العنصري النسوي في الجيوش